اتفاق في مجلس إدارة اتحاد كرة القدم على تجديد التعاقد مع المدرب حكيم شاكر لقيادة المنتخب الوطني لفترة زمنية أخرى وفق شروط ومبلغ عقد مختلف عن الفترة السابقة الجديد في الموضوع أن مهمة شاكر ستقتصر على الفريق الوطني فقط دون أن يتولى تدريب أي فريق آخر كما حدث في الأشهر الماضية بجمعه قيادة منتخبات الوطني والأولمبي والشباب حصلة الموافقة من قبل اتحاد كرة القدم أن يجدد العقد الكابتن حكيم شاكر لمدة ثلاثة السابقة الشروط طبعا هو وضع اتحاد شروط وهو هم راح يخليه شروط إن شاء الله راح نتوافق بيناتنا المجموعة المنتخب الأولمبي راح انتهت المهمة مع الكابتن حكيم شاكر إن شاء الله الله يوافقه في المهمة لبلاسيات وراه تنتهي مهمة الكابتن حكيم شاكر إن شاء الله مدرب جديد إن شاء الله على اجتماع وراء ما تخلص البطولة إن شاء الله راح نسميه مدرب للمنتخب الأولمبي مشكلة قانونية تواجه العقد الجديد ممثلة بانتهاء عقد حكيم شاكر منذ العاشر من سبتمبر أيلول الجاري حيث نوه قانونيون إلى ضرورة ردم هذه الثغرة القانونية سريعا قد انتهى العقد الذي استمر لمدة سنة واحدة يوم عشر تسعة الفين واربع عشر قدمنا مذكرة إلى الاتحاد وتم عرض المذكرة في اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد والاتحاد في صدد تجديد عقد هذا المدرب لمدة ثلاث سنوات جديدة بشروط جديدة وبمبالغ جديدة تختلف اختلاف جذري عن العقد الذي انتهى يوم عشر تسعة الفين واربع عشر آراء المدربين والشخصيات الرياضية دعت إلى إرجاء العقد الجديد لحين انتهاء بطولة أمم آسيا في استراليا كي تتضح الأمور جيدا وهما أشار إليه بعض أعضاء الاتحاد بقولهم أن النقاشات لم تحسم الموضوع نهائيا بخصوص العقد الذي ربما يكون لعدة أشهر بادي الأمر أعراق كثيرة فيما أن يكون العقد يستمر إلى مدة نهاية بطولة الخليج أو أمم آسيا أو ربما أكو فكرة إلى تصفيات كأس العالم كل هذه الأفكار أجلت لحين عودت الكابتن حاكم شاكر من سفراتها الحالية مع الأسياد تحديد الشروط وتحديد الأهداف لأنه وأنا برأي أنه يكون هو على فريق واحد أفضل من أنه الفرق تتحدد بشروط أنه فريق واحد الوطني أو الأولمبي كل الطرق تؤدي إلى تشجيد التعاقد مع المدرب حاكم شاكر مدربا للمنتخب الوطني لسنوات أخرى لكن الجديد في الأمر أنه لن يدرب سوى فريق واحد بعد قرار الاتحاد بتسمية مدرب جديد للمنتخب الأولمبي عدنان لفتا الحرة بغدال